بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في برنامجكم الوسطية والذي نتكلم من خلاله في تصحيح كثير من المفاهيم التي وجدت عند شباب المسلمين وأيضا نصحح كثير من النصوص التي فهمت بالخطأ عند كثير من الشباب واستغلها كثير من الدعاة الذين لا يدعون إلى الإسلام الصحيح ولا يدعون إلى الإسلام الوسطي واستغلوا بها حماسة الشباب ودفعوهم إلى أمور عظيمة بل أمور لا تحمد عقباها اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الشريكة من سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية مرحبا بك دكتور عبدالله بارك الله فيك وعسى الله حييك شيخ حواد كما أرحب بالشيخ الفاضل سعد العصفور الباحث في وزارة الأوقاف مرحبا بك شيخ سعد حياك الله شيخ حواد وأرحب أيضا بالشيخ مشاري العقيل إمام الخطيب في وزارة الأوقاف مرحبا بك شيخ حياك الله أريد أن أبدأ معك دكتور عبدالله في هذا السؤال الذي كثير ما يطرحه الشباب حديث التزام دائما حينما نذكر شروط الجهاد ونذكر منها شروط استئذان الوالدين يأتي بعض المنظرين أو الذين يدفعون الشباب إلى الجهاد دون ضوابط شرعية ويقولون لهم لا هذا الشرط يعني ليس بهذا الأهمية وهو إذن الوالدين في الجهاد هذا الشرط يعني ليس مهم أن تستأذن والدين وأنما تذهب إلى ساحات الجهاد وإذا وصلت هناك تتصل عليهم وتخبرهم الأمر وتضعهم أمام الأمر الواقع فما صحة هذا الفعل وهذا التنظير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحياك الله شيخ حواد حيا الله الأخوة جميعا حيا الله كل الإخوة والأخوات المشاهدين في هذه الحلقة التي نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تقديم ما ينفع لنا وللمشاهدين في الدنيا والآخرة اللهم آمين الاشتراط إذن الوالدين هذا منصوص عند جماهير الفقهاء رحمهم الله ورحمة الناس وقد دل على اشتراط إذن الوالدين عدة أحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلها أحاديث صحيحة منها أن شابا استأدن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد هذا الشاب يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جهاد أن تجاهد مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ أمك وبوك أحياء؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد هذه الحادثة الأولى في حادثة أخرى أن أحد الشباب من الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعدنه ويقول له وقد تركت والدي خلفي يبكيان فقال يبكيان ما معناته؟ أنهم مراضين لا يروح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه شرط والعلماء يقولون إن حقوق الناس مبنية على المشاحة أن الناس شحيحون في حقوقهم وإذن الوالدين حق لهم أم للإبن؟ لهم لهم نعم فلا يجوز للإبن أن يعتدي على حق الوالدين ثم يدعي هؤلاء المدعون بأن استعدان الوالدين ليس أمرا هاما وليس من شروط الجهاد لا هذا الكلام ليس بصحيح فحق الوالدين في هذه الأحوال معتبر وعليه لا يجوز الجهاد دون إذن الوالدين جيد ممتاز شيخ سعد هذا الشرط من شروط الجهاد وهذا الشرط المهم والغاية بالأهمية لا شك أن تدور حوله الشبهات ولا شك أن هناك شبهات تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي في بعض مجالس المنظرين لدفع الشباب للجهاد فما هي أو ما صور هذه الشبهات التي رصدتها من خلال متابعتك لهؤلاء الشباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم وشيزاكة الخير على الاستضافة ومن طيبك حسن ظنك فينا على كلام حديث الشيخ دكتور عبد الله بالنسبة لاستئذان الوالدين يعني في شبهة تطرح غير شبهة الشيخ أنه والله استئذان أمهم يقللون من شأنه غير شبهة شبهة شيخ عواد نما توصل دق عليه مش دعوا أمك وبوك رح يقولوا لك روح النار ما نرضى عنك من الشبهة شيخ موضوع فضل الجهاد فضل الشهادة هذه معصية للوالدين يعني الشهيد يغفر له من أول قطرة الدم فشيخ شبهة هذه هي اللي تدفع الشباب للذهاب للجهاد انت تروح منك وانت بتروح تقاتل العدو وأعظم شيء في الإسلام الجهاد وتزهق نفسك لله عز وجل أما معصية الوالدين فهذه الله عز وجل يغفر لك يسغرونها انت ذكرتني بالشبهة أمامة أبو محمد وخلونا نجمع الشبهتين وهذه فعلا شبهات زلزلت قلوب وعقول أبنائنا اللهم ساعد وجعلت الكثير فعلا يقدم على هذا القرار أن يذهب إلى ساحات القتال دون إذن الوالدين الشبهة الأولى أنه والله روح كما تفضلت ثم تصل على والديك وحطم أمام المراقع وقول ترى أنا رايح للجهاد جميل والله يا إخواني وأنا في غنى عن هذا اليمين لكن أقسم بالله أن الكثير من الحالات لآباء وأمهات يتصلون ويناشدون التدخل ومخاطبة فلان اللي راح بدون إذن بدون لا يخبرنا وكذا وكان يعني كنت في فترة أخلي رسالة أنستر ماشين في جهازي اللي يتصل وخط مغلق ومشهور يترك رسالة وكان في رسالة من أم بصوت مخنوق وبعبارات متأثرة حزينة أظن أنها مصحوبة بشيء من الدموع الحارة على هذا الإبن الإبن كان يدرس في الخارج جاء الكويت قاعد سبوعين من يوم كان في الخارج في أواخر أيامه بدأ يسمع ناشيد جهادية ويسمع كذا وإلى آخره على طول جاء الكويت قاعد سبوعين ثم غاب وأرسل لأمه رسالة بأنه وصل إلى ساحات القتال وأخذت الأم يعني في هجر الطعام والشراب فترة طويلة نحو الله وكدر يعني لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل ذكرناه أو ربما نعم قبل قليل نعم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم يعني أنت أيها الشاب لو قلت فعلك هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول لك ارجع إليهما فأضحكما كما أبكيت لا تترك كلام محمد صلى الله عليه وسلم وتأخذ كلام هؤلاء المنظرين الذين الله أعلم بمستوى علمهم وحرصهم وغيرتهم على الدين هل هم أغير على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا يمكن لذلك مجرد الذهاب من غير استئدام فقط مسافة الطريق السفر هذه معصية وهذه اعتداء على حقوق الوالدين وهذا عقوق لهما والعقوق من أكبر الكبار كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهم المبقات فالأمر في غاية الخطورة أضف إلى ذلك إلى أن بعض الآباء والأمهات يصيبه من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله في منطقة قريبة من مناطقنا في المحافظة فروانية أحد الآباء ذهب ابنه وقتل هناك نسأل الله أن يتجاوز عنه فذهب بعض الأخوة لتعزية هذا الأب فاكتشف أن الأب يعني لم يعلن عن مواعيد عزاء أو غيرها فطرقوا عن الباب كلموا ابو فلان موجود ودنا والله طلع لهم قال ابو فلان عظم الله جرويك تعزوني قال لا تعزوني أنا أسأل الله أن يحرقه بنار جهنم أعوذ بله كما أحرق اللهم استعان تخيل رد الفعل عنيفة أسأل الله يقول أدق عليه يقول لنا ارجع ارجع يا فلان ارجع عن أبوك ويسمع كلام الثاني فالقول بأن والله كذا ما راح يدع هذا الكلام غير صحيح أعود إلى قضية الشيخ سعد اللي طرحها قبل قليل بزاه الله خير وهذه الشبهة موجودة حتى أن أحد الشباب أخبرني بأنهم أدخلوه في شقة فيها شخص من جنسيات أخرى وهذا الشخص يغرس في قلبه الشبهات طرح عليه هذا الموضوع أنه والله هذه معصية وأنك إذا قتلت معصية كونك تسافر بدون أذن الوالدين وأنك إذا قتلت ستكون شهيدا والشهيد يغفر له مع أول قطر الدم وبالتالي سيغفر لك هذا الدم وتغفر لك هذه المعصية وهي عقوق الوالدين هذا وأمثاله من الجهلة قد رد عليهم العلماء السابقون من قديم حين بينوا أن هذا الحديث وهذا الفضل خاص فقط التي تغفر الدنوب ما كان متعلقا بحق الله فقط أما ما يتعلق بحقوق الآخرين فلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث استدنا الدين إلا الدين نعم فكيف بما هو أعظم من الدين أنا وهو عقوق الوالدين دكتور عبد الله حتى يعني يتضح الجواب أكثر نحتاج مزيد من التفصيل في معنى حقوق الله تبارك وتعالى ومعنى حقوق الآخرين لأن المشاهد الآن يسمعنا ويسمع حقوق الله وحقوق الخلق فلا يستطيع أن يفرق حب ذا لو يكون هناك نوع من المعاصي نعم تنقسم إلى قسمين مطلع معاصي لازمة قاصرة على النفس جميل ومعاصي متعدية إلى الآخرين المعاصي القاصرة على النفس واحد ترك الصلاة معصيته على نفسه ما يصوم معصيته على نفسه نعم اشرب خمر معصيته ما لم يتعدى جميل مثلا يعني الذنوب التي تكون قاصرة على نفسه أكربها على نفسها فعل لكن عقوق الوالدين تعدى على غيرها الغيذة هنا أشوف اللي على نفسه هذه اللي نسميها حقوق الله عز وجل بينه وبين الله ممتاز لكن الدنوب المتعدية الغيبة الاعتداء الاستهزاء عقوق الوالدين الإساءة إلى الجيران قتل النفس التي حرم الله أكل أموال الناس بالباطل ظلم الناس هذه الدنوب متعدية هذه الدنوب المتعدية هي التي نقول فيها حقوق الناس خدامة عندك في البيت أكلت شيء من أموالها نزيل هذا حق لها حقها هذا مبني على المشاحة إذا ما سامحتك الله عز وجل ما يسامحك فيه حتى لو قتلت شهيدا حتى لو قتلت شهيدا ممتاز جميل وعلى هذا حتى عقوق الوالدة وعقوق الوالدين لا يغفر هذا الدم حتى ولو قتلت شهيدا ومن قال بأن الإذن شرط يرى أن الجهاد أصلا باطل ممتاز أن اشتراط الإذن والدين مثل الوضوء للصلاة اللي يصلي بدون وضوء صلاته باطلة واللي جاه بدون إذن والدين جهاده باطل ويظهر نعم يظهر رجحان هذا القول لأنه كما في الأحاديث التي تقدمت النبي أمر أن يرجع فيضحكهما ممتاز والأول سأله أحي والداك جميل يؤكد على حقوقهم يؤكد على حقوقهم أن إذن الوالدين شرط وليس بواجب والله أعلم ممتاز إذن الخلاصة دكتور عبدالله لا جهاده بدون إذن الوالدين نعم هذا في جهاد الطرق نعم وأن كل ما يروج من هؤلاء المنظرين أو كل ما يروج من هؤلاء المشايخ الذين وضعوا لهم مواقع على الإنترنت أو مواقع في التواصل الاجتماعي كل ما يروجون في هذا الباب هو الباطل بعينه وأن الشباب لا يمكن أن يذهبوا إلى الجهاد دون رضا الوالدين نكمل إن شاء الله دكتور عبدالله بعد هذا الفاصل ولنستكمل باقي محاور هذا الموضوع المهم أعزاء المشاهدين فاصل ثم نرجع إليكم مرة أخرى فابقوا معنا مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى في هذا البرنامج وفي هذه المحاور الغاية في الأهمية والتي لا يستغني عنها شباب المسلمين شيخ مشاري لا شك أن لك ملاحظات أو لك رصد لبعض إما تغريدات وإما أطروحات الشباب في واقعنا الذين نخالطهم سواء في الدواوين أو في مواقع التواصل الاجتماعي لا شك أن لك يعني عدة ملاحظات حول هذا المحور أو استئدان الوالدين أو حوادث أو غيرها من هذا الأمور أحبذ لو تشاركنا في هذا المعنى بسم الله وحده والصلاة والسلام عملنا نبيه بعده وبعد طبعا الشيخ عبدالله جزال الخير كفوف في هذا الباق لكن في مسألة مهمة جدا طبعا هذا يدل على عظم شأن الوالدين الله عز وجل ذكر الوالدين بعد التوحيد قال صبح الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالي والدين إحسانا وذكر أن أول السبع المبقات الإشراك بالله ثم ذكر عقوق الوالدين فهذا يدل على عظم شأن الوالدين وأن الوالدين من الأمور المهمة التي يهتم فيها كل إنسان يهتم في والدينك طبعا من الأمور المنتشرة الآن في المجتمع مثل ما ذكر أخي ساعد أن بعد قتل بعد استشهادة من أول قطر الدم يغفر له شيخ العلمة ما علق على هذه القضية أن من أول قطر الدم يغفر جميع ذلك علقنا على هذه بأن هذا الذي يغفر مع أول قطر الدم هو الذنوب المتعلقة بحقوق الله أما المتعلقة بحقوق الآخرين حقوق الناس ومنه ما يتعلق بحق الوالدين وهذا العقوق الذي حصل لا يغفر لأنه متعلق بحقوق الآخرين شيخ عبد الله لعل بعضهم يقول أن في حال استشهادة أمر إلى الله عز وجل فيقول الكلام هذا يعني يقولون هذا الشبه منتشرة أن هذا كلام ملا داعي هذا الأمر إلى الله عز وجل لو واحد عليه ديم واستشهد نقول أمره للله لا يحاسب لهذا الدين شكرا جواب لا وهذا الكلام نقل الإمام النووي الإجماع عليه في شرحي على مسلم في شرحي لهذا الحديث ذكر أن هذا خاص بالذنوب المتعلقة بحقوق الله عز وجل دكتور عبد الله هناك خلط عند بعض الشباب في أقسام الجهاد لا شك أن الجهاد أقسام وكل قسم يترتب عليها أحكام خاصة فيه ولا يمكن أن يتتداخل هذه الأقسام وتكون الأحكام واحدة نريد منكم فضيلة الشيخ أن تبينوا للسادة المشاهدين و للشباب الذين يرون في هذه الحلقة ما هي أقسام الجهاد التي ذكرها العلماء نعم طبعا المقصود هنا بجهاد البدن نعم أقسام جهاد البدن نعم نعم القتال أقسام القتال نعم هناك جهاد يسمى جهاد الطلب أن تطلب العدو في مكانه جميل ممتع والجهاد الثاني جهاد الدفع أن تدفع العدو عنك و عن بلدك جميل الشروط التي تقدم ذكرها كلها خاصة بالجهاد الأول جهاد الطلب ممتع جهاد الطلب دكتور عبدالله حتى تتضح الصورة هو أن يخرج الإنسان من بلده إلى بلد آخر يقاتل فيه نعم أو تخرج الجيوش المسلمة لقتال جيوش أخرى في بلد آخر هذا يسمى جهاد الطلب جهاد الطلب نعم أما جهاد الدفع فهو أن يدهم البلد أو يداهم البلد الأعداء ففي هذه الحال ندفع الذي يسمى جهاد الدفع الدفع الشيخ عوال لا يشترط له اذن ولي الامر لانك كنت في هذه الحال اصلا تدافع عن الامر تدافع عن الدولة نعم ولا اذن الوالدين لانك انت كذلك في هذه الحال تدافع عن والديك تدافع عن بلدك جميل ولا يشترط له اي شرط لكن المحققين لكن المحققين من اهل العلم ذكروا ضابطا هاما وهو يقول الجهاد في هذه الحال مشروع ما لم يتمكن العدو من البلد اما اذا تمكن من البلد واستحل البلد وسيطر عليها وكان في مقاومته مفاسد اعظم ممكن نقتل اثنين ثلاثة منهم ثم يقتلون الاف او مئات او عشرات منهم شوفوا المفاسد هنا اعظم ولا لا اعظم جميل في هذه الحال لا تشرع المقاومة ونحن هنا نتكلم بكلام علماء الشرع لا علاقةنا بالجوانب العاطفية وهذا انهزامية وهذا لا جربنا شاركنا رأينا الى اخره اذا وصل لان احنا تشوفوا بعض الدول يعني الاسلامية التي وقعت تحت احتلال او شيء احيانا يقتل يعني جند واحد من الاعداء ويقتل بمقابله مدينة كاملة مدينة استباح تسفك دماء اهلها تقصف تأتيها الجيوش الجرارة بحرا وبرا وجوا بما لا طاقة لهم فيه في هذه الحال وذلك حتى شخص سامن تيم يبين هذا انه في حال ضعف المسلمين يكون دماء الكفار معصومة كدماء المسلمين ثم علن هذا الكلام بانه اذا اعتدى على الكفار سيؤدي ذلك الى السفق وهتك لاعراض المسلمين ودماءهم وانتهاك لا يعلم مداه الا الله ولذلك سمعنا عن يعني بعض الاحداث المعاصرة انه قتل اثنين من الاعداء ادى قتل اثنين ادى ذلك الى قتل ما يزيد على 1700 شخص الله مستعد كردة فعل ورأينا كيف ان يعني في احداث 11 سبتمبر تم اسقاط برجين ادى الى اسقاط دول المسلمين وقتل مئات الالاق من المسلمين ولذلك يعني من الحكمة قلونا هل الكويت قبل مثلا لا صار السبع نايم لا تطمع بصيته لا اذا شفت الاسد نايم لا تقول خلنا صيدة تراه نايم لا كمل طريجك وابتعد عنه لا تجيه فاذا احيانا يكون العدو في منع عنك مشغول عنك جميل لا تصحي هذا العدو تهيج عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرون في بعض حلقات متقدمة لما قال له لا تذعرهم علي لحذيفة ولذلك كان الشيخ سام تيمي رحمه الله ينهى المسلمين عن انكار المنكرات على جيوش التتر من مثل شرب الخمر يقول لا تنهونهم عن شرب الخلم يشربوا الخمر شوف الفقه العظيم ترجيح المفاسد بعضها على بعض كونهم يشربون خمر هذه المفسدة لكن هذه المفسدة اخف من انهم اذا صحوا سفكوا دماء المسلمين واعتدوا عليهم كان يقول خلوهم في هذا فهذا خير من اعتدائهم على المسلمين منتظر فلما نقول ان جهاد الدفع لا يشترط له شرط الاخر مما تقدم كما ذكرت هذه قضية هامة في بيان انه اذا تمكن عدم البلد هنا المصلحة الشرعية تقتضي عدم احداث امر يؤدي الى استباحة الدماء وانتهاك الاعراض وتدمير الاموال بطريقة يمكن قبل كانوا يقولون تتبالغون لكن رأيناها ورأيها الناس اليوم قضايا الخروج على الحاكم ماذا ولدت قضايا الثورات او ما يسمى بالربيع العربي او كذا ماذا ولدت رأينا اشياء بشعة القضية الثانية وهي الاهم اليوم بعض الناس يعني يفسر الجهاد الدفع بانه جهاد دفع يقول اذا داهم العدو بلدا مسلما جميل فجعله كأنه جهاد دفع كأن كل المسلمين عليهم ان يجاهدوا جهاد دفع مع ان الفقهاء وقد جمعت ما يزيد عن ثلاثين نص من ثلاثين كتاب من كتب الفقه تنص على انه اذا داهم العدو بلده اذا داهم العدو بلده وجب عليه ان يدافر طيب شلو ان قلتوا كذي مو ان اللي قلت شدي هذا مقتضى النصوص الشرعية الله تعالى يقول اسمعوا يا اخوان فان استنصروكم في الدين فعليكم النص الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق جميل لو اعتدت دولة غير مسلمة على دولة مسلمة جميل في هذه الحال على المسلمين مناصرتهم طبعا مناصرتهم تكون من 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 الدولة وليس من الافراد كما يظن البعض والدليل ايش حديث ابي بصير نعم لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة ان ينصروه وهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان بينه وبين قريش ميثاق نهاهم عن ذلك عملا بهذا الامر رباني وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق طيب في هذه الحال اذا دولة اعتدت على دولة مسلمة وبين كدولة وبين هذه الدولة المعتدية ميثاق جميل هنا لا يجب علينا او لا يجب لنا ان نقاتل هؤلاء طيب معنى هذا نسكت؟ لا ما نسكت هنا في تفصيل عند العلماء الامر الاول اذا كانت الدولة دولتنا نحن مثلا قادرة على صد عدوان هؤلاء وقمعهم وجب علينا ان ننبذ اليهم الى سواعن قلهم ترى اما كفيتم الميثاق اللي بيننا وبينكم ما لغي جميل هذا متى اذا كنا قادرين على نصرتهم اما اذا ما كنا قادرين دولة ما هي قادرة فقد ذكر الفقهاء ومنهم القرطب في تفسيره رحمه الله على انه في هذه الحال لا يجب علينا لماذا لوجود الميثاق ثم لا يكلف الله نفسا الا وسعها مثل لو انك رأيت يعني مسلم يحترخ في مكان يجب عليك ان تنصر وتنقذه وتسعفه اذا كنت قادرا لكن اذا ما كنت قادر يجب علي ما يجب عليك انا واقف في مكان وجاء الاعداء بسلاحهم وعتادهم يريدون قتل مسلم امامي وانا ليس لي حيلة فيهم فقال لي ساعدني انقذني الى اخره حاولت قالوا اذا ما ابتعد قتلناك جميل في هذه الحال يجب علي انا تدخل هذا فقه اخوان والله مو كلامنا حدثت في زمن النبي هذا حتى في عقلا نعم تفضل شاهده حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقتل اصحابه في مكة كانوا يسحلون امامه وكان يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة ان الكفار كانوا يقتلونهم هذا ليس مسوغ ان يعني نرتكب امور قد تجر الويلات على بلاد لا هو لو كنتنا قادر يجب علي ان انصر اخي المسلم انصر اخي لكن الكلام اذا كنت ينكلف الله نفسا الا وسعى ولذلك هذا الكلام فيما يتعلق بهذا اليوم شيخ عواد وهم يرودون على الشباب وعلى ابنائنا واخواننا ان والله جهاد الدفع وهذه اخطر شبه اخطر من لمضى كله الجهاد الدفع لا يشترط له حتى اذن الوالدين ولا اذن وليل امر وان القتال الذي حاصل الان في بلد الفلاني والفلاني جهاد دفع دفع للأعداء وليس طلب وليس جهاد طلب اذا لا تسرط له الشروط لكن جهاد الدفع باللي ذكرته لكم قبل قليل انه اذا داهم العدو بلده بلدك انت وليس بلدان اخرى والله يا اخوان هذا كلام الفقهاء ارجعوا اليه في كتب الحنابل والشافعية وغيرهم تجدونه منصوص نصا على هذه المسائل والله المستعب نعم دكتور عبدالله يعني بمعنى اخر ان اذا داهم العدو دولة من دول المسلمين اليوم نعم فالجهاد في حق هؤلاء الدولة جهاد دفع نعم واما في غيرهم من الدول فهو جهاد طلب يشترط فيه شروط المذكورة في جهاد الطلب من اذن ولي الأمر واذن الوالدين والراية الواضحة وغيرها من الشروط بالنسبة للأفراد بالنسبة للأفراد نعم لكن قد يكون مشاركة الدولة للدولة الثانية المعتدى عليها ايضا من جهاد الدفع نعم جميل لكن بالشروط لذكرتها لك قبل ممتاز ممتاز دكتور هناك بعد يعني في بعض الشبه أو في بعض الكلام الذي يثهر على الشباب ويلقنون الشباب هذا الكلام بأن بلاد المسلمين ما ضعفت إلا بعد ما تركنا الجهاد نعم بلاد المسلمين ما حل بنا الضعف هذا إلا إذا تركنا الجهاد فما هو الحل الحل أن تذهب لتجاهد حتى ترجع القوة مرة أخرى إلى بلاد المسلمين وهذا الكلام للأسف الشديد أنه يعني كلام الواقع يكذب نعم جميل جدا أشعر أنك جفت الواقع نسمع جوابك تكتور أولا للإجابة على هذا الأمر طبعا ترك الجهاد الشرعي لا شك أنه يؤدي إلى إلى الوهن إلى الضعف إلى الدلة متى إذا كان الجهاد متوفرة شروطه جهاد العدل جهاد الإسلام الجهاد الصحيح جميل قدرة راية إلى آخره وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة تحايلتم على أكل الحرام اليوم تحايل على أكل الحرام كثير لا تزعلون مني حتى من المطاور مسؤولين غير مسؤولين تجار كذا يتحايلون علشان يأكلون أموال الدولة العامة أموال الناس الخاصة إلى آخره هذا لا يجوز ممتاز إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر يعني في الزراعة فسرها بقوله ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزح عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم جميل ممتاز الجهاد هنا الذي يترك هو الجهاد الشرعي وليس الجهاد الفوضوي الجهاد بضوابطة مثل لو قلت من ترك الصلاة المقصود الصلاة الصحيحة ولا الصلاة الباطلة صحيحة لا شك كمي لما قال نبي صلى الله عليه وسلم للمسئفة ارجع فصلي فإنك لم تصلي هو صلى ولا ما صلى صلى لك لكن قالنا ارجع فصلي لأن الصلاة غير صحيحة نعم دكتور عبدالله فاصل ثم نرجع نستكمل هذا الحديث الماتع جدا الله يرفع عزاء المشاهدين فاصل ثم نرجع نستكمل هذا الحديث المهم والغاية في الأهمية لشباب المسلمين فابقوا معنا مرهبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى في هذه الحلقة التي أعتبرها شخصيا مميزة في تأصيل كثير من مسائل الجهاد التي يخوضها الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتناقش فيها كثير من الشباب في مجالسهم وغيرها دكتور عبدالله توقفنا قبل الفاصل عن كلامك في أو إجابتك عن قولهم بأن الإسلام أو دول الإسلام ما ضعفت إلا بسبب ترك الجهاد تفضل دكتور ذكرت لك أن ترك الجهاد الشرعي نعم والتحايل على أكل الحرام إلى آخره هذا سبب من أسباب الدلة وأسباب الدلة من خلال استقراء النصوص الشرعية تنحصر في أمرين حب الدنيا وكراهية الموت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن واقعنا اليوم لما قال تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها قصعة الإناء تفضل فلان تفضل شون تدعون الدول تفضلوا أغزوا بلاد المسلمين أقتلوا المسلمين ولذلك المعارك والقتال والحروب غالبها ضد المسلمين غالبها أن لم يكن كلها قالوا أوى من قلة نحن يوم إذن يا رسول الله شوف البعض قد يظن أن الكثرة هي السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أنتم يوم إذن كثير يوم كامل أكثر من مليار مصري كثير أو كثير كثير عدد خيالي ولكنكم غثاء كغثاء السيل غثاء السيل يعني تعرف يعني قيل المقصود به الصوت صوت الغثاء وقيل ما يحمله السيل يحمله السيل هذا الهشاش نعم هذا حفظك الله السيل يسيره كيف يشاء فنحن غثاء يسيرون كما نشاء الدول أو الأعداء أو المقصود أنه عندنا صوت مظهرات لكن ما فيه شيء ضوضاء وشيء لكن لا يوجد ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم يعني العدو ما يهابك وليقضفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت ارجع للحديث السابق وخلنا نقسم من أمراض التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين ما يتعلق بحب الدنيا وما يتعلق بكراهية الموت جميل إذا تباعتم بالعينة حب الدنيا واتبعتم أذناب البقر ممكن يكون حب الدنيا وكراهية الموت ورضيتم بالزرع حب الدنيا وتركتم الجهاد في سبيل الله هذا شنوه كراهية الموت كراهية الموت لكن أن يزعم بأن سبب الضعف اليوم هو ترك الجهاد بهذا الإطلاق هذا الكلام غير صحيح بل سبب الضعف ابتعادنا عن ديننا لما نتكلم عن ابتعادنا عن ديننا ما نقصد الدول والحكومات فحتى نحن الأفراد عندنا من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله لماذا نخادع أنفسنا كثير مننا يأكل ربع يظلم الخادمة يظلم زوجته يظلم عياله يطيق كرت وهو مموجود يحط حد يبصم عنه يأخذ تفرغ رياضي وقاعد ببيتهم يأخذ طبياته وما فيه إلا العافية وأشياء ويأكلوا الحرام ونأكل حرام ونفع الحرام يفضح بعضنا بعض ويظلم بعضنا بعض ويغتاب بعضنا بعض وندخل في معارك ما يعلم مداها إلا الله فينا فساد ما نحن شعب الله المختار هذه الأشياء الذنوب هي التي سلطت علينا هذا الذن والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن العلاج والحل ما قال الجهاد اش قال قال حتى ترجعوا إلى دينكم جميل طيب تعال لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام ما جاهد معناها أنه كان مقصرا لا عيسى طبعا هذه إشارة هامة إلى قضية القدرة حتى في آخر الزمان لما يرجع ينزل وجاهد يقول الله له إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد في قتالهما في قتالهم لا يداني يعني لا قوة جميل لأحد في قتالهما فحرز عبادي إلى الطور يعني صد بهم جبل الطور حتى يسلموا من هؤلاء شوف إذا ما في قدرة مو مشروع الجهاد ما أمرها الله أن يقاتل يأجود ومأجود في هذه الحالة بسبب إيش أنه ما في قدرة طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد في مراحل كثيرة ولا لا نعم منها الأحزاب أليس كذلك ومنها في العهد المكي ومنها في هدنة صلح الحديبية وغيرها ثم تعال إلى هذا الكلام اللي طرحوه الشباب واقع الناس اليوم صح الدول مثلا ما شاركت في جهاد قام بعض الأفراد وراحوا يجاهدون في بعض الدول في آسيا في مسلمة وبعض الدول في أوروبا وغيرها وفي أفريقيا وإلى آخرين السعادة المسلمون عزتهم أبدا ها الدول قويت بهذا لا شك أن الجهاد الصحيح مصدر قوة لا شك أنه مصدر قوة يعني أنا ممكن أضرب لك مثل لما تتحد دول المسلمين دول الخليج في مثلا قصف فئة معينة باتحادهم تحت الرايات بأوامر القادة تجد سبحان الله يعني ويقولون لنا من أسباب أن من ثمرات القتال الشرعي الصحيح تأليف القلوب هذا إذا حدث تحسنا لها بدت قلوبها تتعالف تشعرون بهذا يا أخوان نعم وكذا إلى آخر وسبب أن الجهاد صحيح وشرعي وأنه قمع للمعتدي وللظالم وأنه بالتوافق بين الحاكم والمحكوم وأنه تحت راية واضحة وأنه بقدرة متوفرة وأنه بأمر من ولي الأمر النبي صعصا يقول وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا دعيتم الاستنفار ها فانفروا من لي يدعو الاستنفار أنا وإن شيخ عواد وإلا الحاكم المسلم الحاكم المسلم إذا طبقت الشرع بشكل صحيح يأتي النصر من الله عز وجل لكن تريد تقاتل وأنت تركك بذنوب ومعاصي ومخالفات وأشياء وتارك والديك وتابع الله ينصر أمك أبوك يبتون وتابع الله ينصر أعظم جيش عرفه التاريخ هو جيش محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جيش على رأسه سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك انهزم هذا الجيش في غزوة أحد والسبب معصية الرمات لما نزلوا بعد انتهاء المعركة وخالفوا باجتهاد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معصية واحدة هزمت الجيش كله عن بكرة أبيه وهي معصية للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة وباجتهاد بنية حسنة من مجاهدين لا استبدو الأرواح في سبيل الله لكنهم لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر التي جاءتهم من النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل الهزم يجيب طيب تعالوا تريد تقاتل بطريقة غير سليمة شروط كثيرة شروط كثيرة متخلفة يعني موالع عديدة متوفرة وتريد أن ينصرك الله عز وجل ولذلك شوف اللعاء حاربوا وقاتلوا بالطريقة هذه انتصروا في معركة من المعارك قامت لهم دولة لا تضحك عن نفسك تقول لي والله دولة الإسلام وداعش وكذا ما في دولة لا عندك سفراء لا عندك علاقات لا عندك راية واضحة مرفوعة والناس كذا ما في حتى الأشياء هذه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنهم كل ما ظهر لهم قرن قطع لا يمكن تقوم لهم راية بفضل الله عز وجل لما؟ لأنهم انحرفوا عن مفهوم الجهاد اعتدوا على الأبرياء وقتلوا الأنفس التي لا يجوز أن تقتل ولذلك هذه الدعوة وإننا والله نروح عشان تعود عزة المسلمين رحتوا وراح قبلكم الكثير ما شفنا العزة في دول أنا ما ودي أذكر أسامي في آسيا وطال الحرب وكذا إلى آخره ومعارك ودعم ما رجعت العزة كذلك في أوروبا حصلت معارك في أفريقيا حصلت كذا في جنوب شرق آسيا حصلت هناك ودعم إلى آخره وذهب من ذهب ثم ما رأينا هذه العزة العزة فعلا حتى ترجعوا إلى دينك أنت اللي عاق كمك بوك خلي كبار كمك بوك ياللي ما تصلي عدل صل عدل ياللي تاكل ربا اترك الربا ياللي تتبع أوراة الناس وتلاحق بنات الناس وحالتك حالة اترك هذا الأمر ياللي تفعل لتعصين زوجك اتركي هذه المعصية ياللي تفعل ياللي تعصي ولي أمرك في غير معصية الله تعصي الأمر اترك هذا لما نقول له أي أمر في الكويت مثلا أوامر الدولة هذه طاعة ولي الأمر طفل شارح أمر ترى معصية هذه ما هي هذه معصية على التفاصيل المعروفة عند أهل العلم ولعله يأتي إن شاء الله من حلقات هذا البرنامج ما يتاح لنا من خلاله أن نبين تفاصيل هذه المسائل وفق الضوابط الشرعية بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن إملاءات ما يجينا أحد يملع الحمد لاحظ لا زلنا نقول ما ندين الله به وندعمه بالأدلة وكلام العلماء مما ندين الله بأنه هو الصواب ونرحب بكل لقد لكن الأهم أنه لا يملك أحد أن يفرض علينا أن نقول شيئا على خلاف ما نعتقد ونعرف أن كلامي هذا الآن ينشر وهذا من فضل الله وهذا من خيرات الله علينا في الكويت أنه لا أحد يجبرك تقول خلاف ما نعتقد ولا أحد طلب مننا من فضل الله مثل هذه الأشياء لما ها مش الحرية الكبيرة لعندنا من فضل الله عز وجل فهذه الشبهة هي من الشبه الداحضة التي ربما تكتصل إلى حد ما أريد أن أحد فهمها خطأ لكن حد التفاه أنها لا تحتاج فهي منقوضة شرعا منقوضة عقلا منقوضة واقعا والله تعالى جيد دكتور عبد الله بقي في يعني في نهاية هذه الحلقة بقي تساؤل كثير من الشباب وربما كثير من الأباء والأمهات قد يتساءلون هذا التساؤل ولهم حق أن يتساءلوا في مثل هذه التساؤلات يعني ما هو حكم من ذهبوا وقتلوا وغرر بهم وقد ضحك عليهم من هؤلاء المنظرين الذين لا يخافون الله فهل نقول بأنهم اجتهدوا وأخطأوا هل نقول بأنهم ماتوا على والعياذ بالله كبير من الكبير ما حكمهم ما حكم الشباب الصغار الذين ذهبوا دون أن يعرفوا هذه الضوابط التي تفضلت بها دقيقتين دكتورا أولا شيخ عواد أنا شخصيا لا أشك أن هؤلاء الذين ذهبوا نياتهم حسب صالح لكن كما تفضلت غرر به وخدعوا وزي لهم هذا المنكر على أنه من الشرع وأنه من الدين وأنه من ما يحبه الله وأنه كما تفضل الشيخ مشاري قبل قليل من أسرع الطرق إلى الجنة وإلى تكفر الذنوب بعد يجي كالشاب يعني كان مصرف على نفسه بالذنوب يمكن ما كان يصلي وليعرف الصوم ويلتزم ويلت كل هالذنوب والبلاء وترى ما يكفرها إلا الشهادة في سبيل الله ثم يزين له أن هذا الفعل الذي تقوم به شهادة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بحق أو بصدر كتبه الله من الشهداء حتى ولو مات على فراشه رواه المسلم حديث عظيم الله أكبر فهؤلاء الذين قتلوا هناك نحن لا نملك إلا أن نسأل الله لهم المغفرة الله الرحمة ونتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم لكن اليوم ليسمح هذا الكلام وتقوم عليه حجة الله عز وجل ويعلم أن موته بهذه الطريقة يتعلق به حقوق الوالدين وحقوق الناس لآخره نقول ستموت على معصية وعلى كبيرة من كبائر الذنوب كما أن الدين لا يغفر بالموت بالشهادة كذلك حقوق الوالدين عقوق الوالدين كذلك لا يغفر بهذه الشهادة والله المستعب وذلك نصيحة لهؤلاء الشباب أن يتريثوا وأن يرجع إلى كلام العلماء مو علماء العصر الحالي فأفقدوا الثقة بالعلماء ارجعوا لك كتب أهل العلم كتب الفقه كتب السنة كتب الاعتقاد لأهل السنة والجماعة وانظروا ما قالوا في هذه المسائل والله المستعب أشكرك الله فيكم دكتور الله على هذا الطرح الطيب ولا يسعني إلا أن أشكرك في نهاية هذه الحلقة على هذا الأداء المميز أشكرك شيخ سعيد على هذا وعلى الحضور وعلى الإطلال الجميل الله يبارك أشكرك شيخ مشاري على هذا الحضور وعلى هذه الإضافة المميز أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة آملين أن نلقاكم في حلقات قادمة هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته